عقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة رئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة واستهل مدبولي الاجتماع بالإشهارة إلى المتابعة الدورية التي تليها الحكومة للموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها السكان هذه القرى وتنول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة لـ 1470 قرية ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات والموقف التنفيذي لأعمال المرافق في عدة قطاعات